اشتركوا في القناة المخاطر والازمات وحمت مسيرة التطور والنماء فيها وكان صاحب اسم الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصلك ذيبية صباح اليوم عددا من افراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من كبار المسؤولين وخلال اللقاء اكد صاحب اسم الملكي رئيس الوزراء ضرورة استمرار المحافظة على سمة التواصل بين مختلف مكونات المجتمع باعتبارها سمة اصيلة ميزت ابناء البحرين عبر التاريخ وتناقلها شعبها جيلا بعد جيل دعيا سموه الى ضرورة غرس هذه القيم في نفوس الناشئة والاجيال الجديدة من الابناء والاحفاد بالشكل الذي يعزز من قيمة الانتماء للوطن وقال سموه اننا اتخذنا من التواصل مع المواطنين في مختلف المناسبات نهجا نحرص عليه لما له من اهمية في زيادة التقارب بيننا والتعرف على كل ما يهم المواطنين في كل امور حياتهم فضلا على انه دليل على مدى تماسك نسيج المجتمع البحريني في مختلف الظروف ونحن مستمرون في اتباع ذلك النهج وصولا الى ما نرجوه لوطننا وشعبنا من تقدم وازدهار وفي سياق النذي سلة فقد تناول سموه الشأن الاقليمي والدولي حيث اكد سموه ان مملكة البحرين تقف صفا واحدا مع دول الشقيقة في مجلس التعاون في كافة قضاياها المصرية خاصة ما يتعلق بامنها واستقرارها ليقينها بان هذه المنظومة الخليجية كيان واحد وفيما يختص بشأن الاقتصادي فقد اكد سموه ان الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بالشكل الذي يراعي ديمومة مسيرة التنمية والحفاظ على الاوضاع المعيشية وتحرص في هذا الشأن على استقطاب الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتيح للاقتصاد الوطني استمرارية نموه ونشاطه ويكفل تنويع مصادر الدخل اشتركوا في القناة